من الخرطوم ينضم إلينا سيد مهدي رابح قيادي بالحرية والتغيير سيد مهدي طلب التأجيل هل يعود لوجود أصوات داخل قوى الحرية والتغيير رافضة للوثيقة أم أنه يعود لوجود نقاط تريدون دراستها من جديد التأجيل مرحبا أولا أهلا وسهلا التأجيل تم بالتنسيق بين الأطراف الثلاث المشاركة في المفاوضات وهي قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري والوسيط الأفريقي والسبب الأساسي هو عمل بعض الترتيبات أهمها محاولة الخروج بالمفاوضات التي تقام حاليا في أدس مع إخواننا ورفقائنا في الجبهة الثورية بمخرجات تمكنهم من المشاركة في العملية السياسية ومن أجل هذا الغرض سيتجه السيد البشمانديس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني غدا صباحا إلى أدس أبابا حاملا معه بعض المقترحات لإثراء المفاوضات ومحاولة الخروج باتفاق ما يجعل مشاركة رفقائنا في الجبهة الثورية ممكنة ومقبولة لدى كل الأطراف أما بالنسبة للقوى إعلان الحرية والتغيير بالفعل هناك بعض الآراء الخارجة عن الإجماع العام لكن معظم الكينات المكونة هذه الأصوات هذا التحالف الرافدة يعني بالنسبة ليها هذه الأصوات الرافدة أو الخارجة عن هذه الوثيقة كيف يتم التعامل معها؟ هل عرفتم ما هي النقاط التي يتوقفون عندها أو التي يرفضونها في الوثيقة؟ هناك طرفين مختلفين يعني عبرا عن عدم قبول لبعض البنود في الاتفاقية وبنسب حدة مختلفة قليلا يعني كان أعلى الأصوات ظهورا في الإعلام وهو صوت الحزب الشوع السوداني وهم رفقائنا في النضال ويعني رفقائنا في هذا التحالف وفضلوا التعبير عن انتقادهم عن طريق البيانات لذا يعني ذلك خلق نوع من الضجة الكبيرة لكن في الحقيقة هناك يعني قنوات تواصل وهناك نقاش ونحن يعني شبه واثقون من أنهم سينضمون يعني إلى طاولة المفاوضات المزمع إقامتها يوم الأحد طيب بعد أن يتم وحتى الآن هم يعني لم ينسحبوا من هذا التحالف وهم جزء أصيل من هذا التحالف بطبيعة الحال الحزب الشيوعي قال أو نفى أن يكون لديها أينية بالانسحاب من قوى الحرية والتغيير في حال إذا ما تم التوقيع على الوثيقة الدستورية وحل الخلاف ما هي الخطوة القادمة التي ستدرس نحن يعني أولوياتنا يعني غالب مكونات تحالف الحرية والتغيير أولوياتنا هو خلق التوافق والوحدة لأن رأس مال هذا الحراك ويعني شرعية تمثيلنا لشارع تتمثل في هذه الوحدة في هذا التحالف العريض جدا جدا وإذا لم يعني نتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة ذلك سيهدد المفاوضات وسيهدد مستقبل السودان لذا نزعى للتفاوض يعني بكل ما نستطيع ونحن واسقون أننا سنصل مع إخواننا في الحزب الشويعي أو غيرهم أو في الجبهة السورية إلى حوار مصمر أشكرك سيد مهدي وهم ما زالوا في التحالف ونحن واسقون نعم بأن كل التحالف سيجلس على طاولة النقاش شكرا جزيلا لك وضحت فكرتك من الاتفاق السياسي وهي الإعلانة الدستوري مهدي رابح القيادي بالحرية والتغيير كنت معنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا لك